موسيقى شهيد آخر يلتحق بركب الشهداء هذا العام بعد أن كشرت العائلة الخليفية المجرمة مرة أخرى عن أنيابها ليسقط ضحية بطشها عاشر شهيد منذ إطلالة العام الجديد ألا وهو الفتى مصطفى حميدان ذو الستة عشر ربيعة خفافيش الظلام الخليفية هاجمت في شهر يناير الماضي بلدة الدراز المحاصرة مستهدفة البيوت الآمنة والمعتصمين حول منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم مستعينة بعشرين مركبة عسكرية وبأعداد مكثفة من المرتزقة وسط تحليق مروحي منخفض لكن كل هذه القوات لم ترهب الشباب الثوري الذي تصدى لها وأجبرها على التراجع بعد أن أفرغت رصاصات حقلها على الفتح ميدان الذي ظل حبيس المستشفى إثر الإصابة التي تعرض لها في رأسه وحتى ساعة استشهاده غضب بحراني عارم عم القرى بعد سماع نبأ استشهاده وقد تجلى في أبهى صوره في مراسم تشيع الشهيد التي علت فيها الشعارات الثورية المطالبة بالقصاص من عائلة آل خليفة التي تلطخت أيديها بدماء البحرانيين ولن يبخل البحرانيون بدمائهم من أجل حريتهم وكرامتهم التي لن تسترجع إلا بمقاومتهم للاحتلال الخليفي البغيض وتحرير أرضهم من دنسه